أهلا بحضراتكم من جديد في الحقيقة مبارح نتكلمنا في الجزئية المهمة وهي بتتعلق بشكبالة وبوضوح كده النهاردة هنحن أتكلم معكم بوضوح يعني واللي حصل منه سواء بعد حسم الدوري لصالح نادي الزماية في ممورات الانتاج الحربي وتجوزه في حق جمهير نادي الأهلي وسواء أيضا فيما يتعلق بما حدث أثناء التتويج بالدرع واثناء استلام درع الدوري مع رئيس اتحاد الكرة أحمد المجاهد وكلمنا يا جماعة بوضوح جدا جدا يعني إن الغلط لازم يتعاقب ما فيهاش نقاش وإننا وصلنا للمرحلة دي عشان نفس اللعبة كانش بيتعاقب وعشان كام بيلاقي ناس بتسقفلوا فيه حال غلط باللي حنا ما قولوا فيه حال غلط مفيش أي حال غلط خالص خالص للأسف الشديد لقينا كام كبير جدا من الرسال وشتائم اللي جاتلي على المستوى الشخصي على السوشيال ميديا من بعض الجماهير المتعصبة وده بقى أمر عادي وعنديش أي مشكلة فيها يعني لكن أنا باستغرب هي الناس دي بتشتم ليه أو الناس دي مش عجبها الكلام ليه الصح صح يا جماعة والغلط غلط لكن أنا اللي مدايقني في القصة كلها كلها الخلط خلي بالك من الجزء ايدي الخلط ما بين ما حدث بين شكبالة وأحمد مجاهد وما حدث بين كهربا ومحمد فضل السنة اللي فاتت شتان الفارق شتان الفارق ما تخليش أي حد يضحك عليك ويجيب لك عنوان الفيديو ده وإحنا بنتكلم ويجيب لك أيه التناقض ده ما تخليش حد يضحك عليك خلش اسمع الفيديو ده وشوف إيلا حصل في الكواليس دي وخلش اسمع الفيديو ده وشوف إيلا حصل تمام موقف كهربا مع محمد فضل عشان نفكر حضراتكم به كهربا كان راجل مش عايز يسلم علي محمد فضل هو حرق براحته براحته هو مش عايز يسلم عليه هل دي حاجة تتحسب علي كهربا؟ هل كده هو خرج عن نص؟ لا إيلا حصل بعدها؟ مين هو اللي حاول يحتاج يحتاج بكهربا كان محمد فضل؟ فكان لازم الأمور تبقى واضحة للناس ونقول إن غربا ما غلتش ونقول إن غلت عضو اللجنة اللي بيدير اتحاد الكرة ساعتها اللي هو الكابتن محمد فضل قادي بموقف والموقف التاني إن لاعب يمسك في رئيس اتحاد الكرة بشكل واضح وابتحكم واضح وطريقة واضحة جدا ده موقف تاني خالص ما تحاولش تخلط الأمور واتقارن ما بين ده ده الأهل بيعرف يحتفل الأهل بيعرف يفرح النادي الأهل ولعبته وجمهوره بيعرفوا يفرحوا واحتفلوا لكن بعض اللاعبين وأنا هنا بخصص كلامي لبعض من هم ينتمون لأن ده أخرى أو بعض اللاعبين تحديدا اللي مش عارفين يفرحوا واللي مش عارفين إن هم يعيشوا لحظة فرحة بطولة مهمة بتغيب لفترات طويلة فما تحاولش تقارن الموقف ده بالموقف ده دي جزئية مهمة جدا 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 لكن اللي عايز يشتم واللي عايز يتجاوز ياخد راحة ومفيش أي مشكلة خالص طويلة إحنا بنتكلم في الصح وبنتكلم في الحق الأهم الأمور بس بالنسبة لك تبقى واضحة ومع ذلك أنت حر الحكم بالنسبة لك بيبقى ليك في الآخر وده حاجة مهمة بتخص الجمهور الشيء الآخر والأخير يا جماعة غير مقبول إطلاقا إن لعب يشتم جمهور غير مقبول ممكن اتنين اللعيب يتخنقوا في الملعب ممكن أنت وانت ماشي في الشارع تتخنق مع واحد مثلا قصر عليك بالعربية ماشي لكن تشتم جمهور ده اللي ما بيحصلش في العالم كله إلا هنا في مصرف عشان كده لازم يكون في واقفة نقطة ومن أول السطرة ترجمة نانسي قنقر